بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنباء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رح نبدأ في تجربة شرح تجربة اللي هي السيمبل بندول تمام تجربة البندول كيف حاجة السؤال في الاختبار أو أي خطوات حاجةنا في الاختبار بكل بساطة لما أنه إنتوا أصلا ما أخذتم عامل يعني حضورية فالجدول سيجيكم جاهز مثال هذا من نموذج من النماذج لأجلت من السنوات السابقة نفس الفكرة سيجيكم سؤالين سؤال فقرات المايكروميتر وهو سؤال فقرات الفيرنير هذه شرحتها في الفيديو السابق وسيجيكم سؤال رسم واحدة من التجارب اللي فيها كل باعة الأشياء وترسم كمان رسم طيب تجربة السيمبل بندول يعطيك جدول جاهز فيلو L والتايم بيريد والتايم تربيع تمام طبعا L هو الطول ليش بالسانتيمتر والزمن بالسكند تمام انتبوه الوحدات لو تلاحظ السانتيمتر معطيك L في عشر أو السالب اثنين أرجع بس كده شوية باضحها سوري في عشرة والسالب اثنين أوكي انتبه الوحدات اللي أعطيك إياها وهنا T الزمن مضروف في حاجة والT تربيع مضروف في عشرة والسالب اثنين برضو تنتبه لقوة العشرة زي ما أقول تنتبه لقوة العشرة أوكي طيب أول شي الفقر الأولى يطلب منك تكتب المعادلة تبعيش التجربة كل تجربة خدتها فيها معادلة تمام لازم تكون حافظها ففي تجربة السيمبل بن دول المعادلة تحفظها هذه اللي هي T تربيع الزمن تربيع يساوي أربعة في باي L طبعا أربعة باي تربيع L على G طبعا T والزمن وال L طويل وال G تصار على الجاذبية اللي هي 9.8 والباي اللي هي 3.17 لازم تحفظها طبعا لما تجي ترسم لازم تعرف إيش لازم ترسم عندك الرسمة البياني في محور X محور Y زي ما انتفقنا طيب في كل رسمة في كل التجربة لازم تعرف إيش اللي تحطه على محور X لازم تعرف إيش تحطه على محور Y حلوين من فعن أخذناه وشرحناه عن طريق معادلة الخط المستقيم اللي هي الواي تساوي M X بلس B تجي أنت تجي أنت تأخذ المعادلة اللي معطاها لك في السؤال الآن هي T تربيع المعادلة تبعا التجربة هذه تحفظها حفظ ساوي أربعة باي تربيع L على G يلا نعملكم بين نعمل ربط الواي هي T تربيع تمام وتلاحظ أنه الأربعة باي تربيع هذه كلها ثوابت هذه كلها معلومة الج قيمة 9.8 والبات 3.4 14 إذن الـ X الآن الـ X هو L إذن الآن أنت عندك هاشوف أنا كاتب لك باختصار أو تحفظ ها خلاص هي قاية هي ربع تجارب تحفظ فيها تحفظ فيها المعادلة وإيش على المحور وإيش على المحور وإيش على المحور في كل التجارب من المعادلة خلاص استنتجنا X وإن استنتجنا Y استنتجنا H اللي في هذه المعادلة المحور Y ترسم T تربيع والمحور X ترسم L تمام طيب الباقي لازم تحسب سلوب لازم في كل رسم ترسم سلوب كمان فالسلوب هذا هو الثابت 4 باي تربيع G هو السلوب واضح كل تجربة في هذه ورقة تكون عارف المعادلة وإيش على المحور X هو Y وإيش السلوب بعدين تريد تحسب الرفسكيل الرفسكيل هو مقياس رسم عندك X و Y كم الخط الواحد على X وكم الخط الواحد على Y هذا هو الرفسكيل كيف تسوي قانون الرفسكيل تأخذ أكبر قيمة عندك على العمودة والإحداث X على عادل المربعات اللي تختار ها أنت عندك ورقة رسم بياني تمام فأنا أفضل أفضل دائما دائما أخذ 10 مربعات يعني X مع العشر البسط إيش هو الآن أنت مو الآن بعد ما حددنا في الرسمة عرفنا الآن أفضل 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 هذا هو X هذا هو ترسم على محور X تكون 30 على 10 على 10 سيطلع 3 ثابت خلاص طلع عندك ثلاثة قرب الخمسة حلو لو طلع أربعة قرب برضو الخمسة طب لو طلع سبعة قرب العشر وهكذا يعني دائما تقرب لش لش لرقم مناسب في التكسيم فهنا قرب طلع خمسة إذن كل خط بخمسة أوكي خمسة لاحظ أنه هنا الوحدة X عندك معطاها في الجدول متر فتكتب متر هنا لاحظ كتبت متر طيب الآن طيب الآن عندي في ورقة الرسمة البياني عندي مربعات كبيرة وفي مربعات صغيرة بناتها صح خطوط صغيرة صح عندي خطوط كبيرة وخطوط صغيرة الخط الصغيرة هذا كيف أجيبه بكل بساطة أنت الآن بعد ما قسمت 30 على 10 أكبر قيمة في الجدول على عادة مربعات اللي بتأخذها طلع ثلاثة قردت وخلته خمسة خد الخمسة هذا يقسم على 10 يطلع لك الخط المربع الواحد ليش أنت عندك في الرسمة البعين لحي رح نشوف أنا عندي كل خط بين كل خط وخط في خطوط صغيرة 10 خطوط 4 5 1 2 3 4 5 6 10 خطوط أوكي فأنا أكسم أكسم 5 على 10 عشان أحسب الخطة الواحد الصغيرة كم نحسب بالمتر ليش بالمتر هنا الآن أنا مذكول عندي الوحدة بالمتر فأنتبه هنا هنا واضح خلاص أنا الآن عرفت تكسيماتي باقي الآن شوف الآن نجيب الواي نفس الطريقة الواي قلنا خلاص اتفقنا إنه هي تي تربيع أكبر قيمة عندك هي في تي تربيع 121 اكسمها على 10 برضو هذا خليه ثابت حيطلع 12.1 قربوا العشرين قربوا العشرين حتقول ليش ما قربت العشرة أنا أقول لك ليش لأنه أصغر لأنه أصغر قيمة عندك 38 فأنت أخذ قرب العشرين قرب العشرين لو بتخليه 15 صح برضو 15 بعد تأخذ 30 لكن خليه عشرين ما فيش انت الآن تأخذ بقياس رسم مناسب فأنا شفت أنه أنا عندي أصغر أكبر قيمة 121 وأصغر قيمة 38 صح فهنا 12 ابن ديني 12 بموضة 1 أقدر خليها 15 وأقدر خليها 20 فأنت الشيء التي تشوف وأقرب لك لأن أنت قيمة كبيرة جدا أخذ 20 ما فيش و 15 صح برضو ما فيش انت فاهم قصدي ما في حاجة أنا قربت 20 هنا عادة جدا الآن 20 أكسيم على 10 عشان أعرف المربع الخط الخط الواحد كم أطلع 2 لحظ سكن تربيع له لأن أنا تربيع هنا بالسكن تربيع شايف الوحد بين القوسين حلو خلاص عرف تكسيم الآن أكمل قل في أربعة أرسم plot value of t versus l في طريقة ثانية تعرف كلمة versus شوف هذه versus اللي بعدها دائما يكون على محو ركس واللي قبل لا يكون دائما على محو رواي هذه طريقة علمتك بها الآن أرسم كيف ترسم تمام هذه أربعة ترسم في الرسم مهم أنك تكتب بسم التجربة ومهم أنك تحط الوحدات حلو يلا أرسم بحولك سوى أخذ عشر مربعات شوف لاحظ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسا عشر خط خطين أوضح عليك بشكل أفضل هو واحد هذا خط كل خط مربع خطين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسا عشر أعيد أعيد هذا رسول قصة البياني أنا أخذ عشر مربع على عشر خطوط كبيرة واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسا عشر المربعات الكبيرة هذه هي هذه لي قسمت على عشر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسة عشرة. طيب السؤال لازم اخذ عشرة. عادي منك تاخد عشرين. منك تاخذ الصفحة كاملة بكيف. انا افضل انك تاخد عشرة. اوكي. نفس الشي هنا. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسة عشرة. وارسم. طيب. الان على محور ركس احنا قلنا لما قسمنا. اخذنا كل خط بخمسة. يلا. اهو لاحظ. خمسة عشرة خمسة عشرين. نزود خمسة خمسة. ما وصل ليش? الاخر مربع خمسة واربعين. طيب. بالنسبة لالواي ايش اخترنا? قربنا قلنا خليه عشرين. ومو شرط عشرين. ممكن تكون تكون خمسة عادي. الخط الاول عشرين بعده اربعين ستين. كل خط بعشرين. الخطوط الكبيرة. حلو? مئة ثمانية. حلوين كده? طيب. الان. الان اشي افعل? خلاص احوط ارسم النقاط. ابدأ باصغر شي. انا عندي الان. هنا اصغر. هنا اكس هذه عشرة. وعن الواي ثمانية ثلاثين. اجي ارسم النقطة الاولى. اكس عشرة. هذه. وبعدين ثمانية ثلاثين. تقريبا اقل هنا. اقل من ايش? الاربعين اللي هنا. تقريبا. رسم تقريب يعني. شوف. احطت النقطة هذه. نفس الشيء لنقطة الثانية. اخذ النقطة هذه. عشرين. واحد ثمانين. وارسمهم. انا بحواركس عشرين. لاحظ. هذه. وهذه الينا. كم? قلنا. ثمانين. وواحد ثمانين. نفس الشيء خمسة وعشرين. والثلاثين. تاخذ خمسة وعشرين. نبعين واي ومية. وثلاثين على اكس وال واي ومية وحشين. هذه الرسمة شوفه. هذه النقطة اولة. هذه النقطة الثانية. هذه النقطة الثانية. ثالثة الرابعة. تمام? بعدين تجي ايش? تجيب المصطر عندك. تبدأ ترسم خط من الصفر. وتحاوي انك تمرى النقاط عليها. طيب السؤال. لازم كل النقاط تمر عليها? لا. ممكن انت مرة ترسم. تكون عندك نقطة هنا. نغير اللون. تكون نقطة عندك هنا. ونقطة هنا. ونقطة هنا. ونقطة هنا. المهم اقال شي لو انت عندك اربع نقاط اقال شي اغلبها تمر يعني. مو شرط كلها. اغلبها. يعني مثلا. اه تلقى نقطة هنا. ونقطة هنا عادي. واذا مش تكون لها مرة الخطة تحاول ترسم رسم يعني انت رسمت موقع مبيوتر فهيكون فيه نسبة خطأ عشان كلها نحسب نسبة خطأ. واضح كيف رسمت? طيب. بعدين اه الرقم اربعة يقول لي احسب السلوب. السلوب كيف تجيبه? تاخد نقاط غير النقاط اللي انت اول شيء السلوب عبارة عن ايش? فرق الوايات واي اتنين ناقص واي واحد على اكس اتنين ناقص اكس واحد. تاخد نقطتين غير النقاط اللي انت رسمتها. اخذ اي نقطتين? فانا مثلا لو اخذ هذه النقطة. هذه النقطة. اجب احداثياتها. شوف تلاحظ انه هذه على اكس خمسة ثلاثين. النقطة هذه. هذه. على اكس خمسة ثلاثين. على واي تقريبا مية واربعين لو تلاحظه. على واي مية واربعين. تمام? اخذ نقطة ثانية هذه. على اكس خمسة عشر. على واي ستين. من هنا? طبعا داما الكبير ماكس الصغير. صح? يعني هذه اللي تحت هنا اكس واحد. هذه واي واحد. وهذه اكس اتنين. هذه واي اثنين. تمام? انا نطبق قانون ايش? حساب المية. واي تو ناقص واي ون على اكس تو ناقص. طبعا هنا هنا معكوس اذا انتبه. يلا. او اخذت القيم واضرب في عشر. حسب ما حسب ايش اللي في الجدول. احط الجدول. اه الاكسات مضروف عشر سالب اثنين. فانا كل قيمة هنا لما اخذت سلوب شوف. رث في عشر سالب اثنين. الاكس عشر سالب اثنين. برضو الواي عشر سالب اثنين. وما انسى الوحدات. كل شيء اكتوب. كل شيء اكتوب. اخترت هذه النقاط اخترتها هنا عشوائية. يعني مو من الجدول. من الرسم. انا نطبق الميل واي تو ناقص واي 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 اكس ون اقص اكس واي. واشوف ما انسى اضرف اضرف الوحدات اللي هنا نفس المعطاء. الا حسب ما انسى الوحدات هذه. لو كان عشر سالة اضرف عشر سالة وهكذا. تمام? طلع عندي اربعة انتبه الان لي الوحدة تبع الميل. لاحظ انه الواي ارجع. الواي وحدتها سكن تربيع. والاكس وحدتها متر. فاشوف هو الوحدة سكن تربيع على متر هذه. اوكي? الخطوة اللي بعدها احسب ايش? اه قيمة التسارل الجي اكسبرمنتل اكتوب وحدته. الجي اكسبرمنتل شوفوه هنا طالع. هذا هذا القوانين تحفظها طبعا شوفوه. اول شي هذا. بعدين السلوب كيف تجيبه اللي هو اربعة بايت تربيع على جي. والقيمة الجاذبية. ايش? عن طريقة ايش? التجربة. التجربة. تمام? فحتكون اربعة بايت تربيع على السلوب. انت جدت السلوب خلاص. السلوب ايش هيكون? اربعة بايت السلوب جيبته نشوف هنا. هذا السلوب. اربعة. اربعة بايت تربيع القانون على السلوب لو اربعة. هتطلع الجابة ١٨١٨. اجبت قيمة ايش? اه تصرع الجاذبية بالتجربة. مو مو المعروفة ١٨٨ النظرية يعني. الى التجربة والثيرتكل انت تعرف. الان جيب نسبة الخطأ. نسبة الخطأ يقول لك احساب نسبة الخطأ تبع ايش? اه قيمة ايش الجاذبية. الجي اه غرافتي الجي معروفة ٩٨٨. هيكون قانون لنسبة الخطأ دائما. النظري. اثيرتك الناقص العملي على النظري. في مية. فهو شوف النظري معطى لك. ١٨١ ناقص العمل اللي انت طلعته على النظري في مية. حط على الجواب تقريب خمسة من ١٥٠. ١٥٠. بس باقي انك ايش? خلاص. ترسم زي ما تعلم. تكتب كل شي عندك في رسمك. كده هذه التجربة واضحة ان شاء الله. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.